أيام قاتمة تمر على النازحين وأسرهم في مخيم عامرية الفلوجة بسبب تهالك خيامهم التي مر على تواجدهم فيها قرابة تسعة عوام والتي عاجزت عن حماية قاطنيها من مياه الأمطار التي غمرتها سكنت تلك الخيام الضر إلى تركها والتوجه إلى الجوامع والهياكل القريبة للتخلص من برودة الشتاء والأمطار الغسيرة نازحين في مخيمات البزيبز هذه السنة التاسعة والله العظيم البارح باللي من أمطار العوائل انقتلك صارت بيها فيهم ما تسولف ليش؟ لنعطها أطفال الناس خاف على أطفالها واطلعتها بيهم للجوامع بارحة من سقطة الأمطار اطلعت قبل لأن الخيام صارها سابع سنوات من المستلمينها وماكوا بديل غيرها ونرجو من الحكومة المحلية والحكومة المركزية مساعدة النازحين أو إعادتهم إلى مناطقهم إذا لم يستطعون يرجعون إلى مناطقنا يساعدوننا البناء ينطوننا خيام ينطوننا عارض غير عارضنا يعوضوننا عن عارضنا حتى نبنى نقضي العمر كله قاعدين بالخيام شنو مستقبل أطفالنا منظمات إنسانية تحاول تعويض غياب الدعم الحكومي في مخيمات النزوحة فيما تطالب تلك المنظمات بتواجد وجهد حكومي أكثر وإيجاد حلول مستدامة وعلى رأسها العمل على إعادة النازحين وإنقاذهم من هذه المعاناة التي تتجدد صيفا وشتاء على الرغم من التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة المحلية والحكومات المحلية والمنظمات الدولية للنازحين إلا أن هذه لم تفي بالغرض نتيجة لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار والارتفاع وانخفاض درجة البرودة في العراق المطلوب أن يكون هناك إيجاد حلول إيجابية تتمثل بإسراع في عودتهم وإدماجهم في المجتمع لكون أن أغلب هؤلاء الفئات هم من النساء والأطفال الحلول الترقيعية لم تجدي نفعا مع هذه العوائل النازحة المتضررة منذ أعوام ولم تعد الخيام المتهرئة تحميهم من الظروف الجوية القاسية كما أن العودة إلى منازلهم ومناطقهم المحررة أصبح الضرب من الخيال من الأمبر معادة دوليمي وانيوز